السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومشاهدين الكرام ومشاهدين قناة ملك المناجم الفيديو النهاردة شايق جدا وفي معلومات واسرار اول مرة هتسمحها واول مرة هتشوفها المعلومات والاسرار الموجودة في الفيديو ده لو انت هتاخد دورة خارجية هتكلف مئات الدولارات فاحنا بندهلك مجانا على قناة ملك المناجم اللي بتطلع جميع الاسرار للمبتدئين لو انت مبتدئ او انك انت ما عندكش اي خبرة في عملية استخراج الدهب والاستحواز على الدهب او جرامات الدهب بدون ما تتعب او بدون ما تدفع مقابل اكتشاف الدهب مبالغ طائلة احنا هندهلك بكل سهولة وبكل اريحية في القناة بتاعتنا تابع الفيديو للاخر لان فيه وصف عن احجار عروق المرق وطريقة اكتشاف العروق وعملية استخراج الدهب من احجار المرق بدون تكلفة عالية جدا عزيزي مشاهد القناة ومتابع القناة والمشترك في القناة طبعا الدهب موجود في جميع الأماكن اللي حوالينا بس يختلف في النسب يعني جميع الترب الموجودة حوالينا غانية جدا بالدهب بس يختلف في نسبة الدهب وطريقة الاستخلاص احنا هنبتدي بعملية اكتشاف العروق او اكتشاف احجار المروق ولمنطقة اللي فيها المرق طبعا عشان تكتشف الاحجار اللي هي موجود فيها الدهب هي احجار المرق بيكون موجود منها قطع على سطح الارض بيكون قطع صغيرة مع عوامل البيئة وعوامل السنين بيتغير شكلها بيبقى شكلها خارجيا أحجار عادية جدا لكن لما تكسر حجر من داخل هتلاقي الحجر ده في أكسدة وفي بعض من المعادن اللي هي من ضمن المعادن ده معدن الدهب فمعدن الدهب هو المعدن اللي احنا بنبحث عنه وبنبحث عنه في جميع الأماكن وبنبحث عنه بكسافة عزيزي مشاهد القناة ركز في الكلام كويس وتابع الفيديو للآخر لأن الفيديو ده فيه أسرار وفيه معلومات مهمة هتوصلك للدهب احنا هنبتدي بالأحجار الموجودة على سطح الأرض عشان نعرف المنطقة دي فيها دهب وكسافة الدهب قد دي طبعا المعلومات اللي احنا اكتشفناها مع مرور السنين إن الدهب موجود في جميع الأماكن والأحجار الموجودة على سطح الأرض بيكون فيها دهب طبعا المنطقة اللي انت شايفها دي منطقة في أفريقيا فهتلاقي اللون الأخضر كتير فيها طبعا الدول العربية أغلبيتها المطر بيكون فيها خفيف ما بيكونش فيها اكتشاف عروق المرور بكل سهولة لأن العروق اللي بتبع على سطح الأرض بتبع عروق مليانة تراب ومتغطية بطبقة التراب لأن المطر بتغسل الأحجار فبيظهر معاك الحجر المرور فوق فانت كده مش هتعرف حجر المرور طول ما منطقة نشفة ما فيهاش مياه فالمنطقة النشفة اللي ما فيهاش مياه مش هتكتشف عروق المرور لكن المنطقة اللي بينزل فيها أمطار غزيرة وموجودة في بعض الدول الأفريقية فبتلاقي عملية اكتشاف المرو سهلة جدا هنبتدي بعملية الأماكن الموجودة فيها حجر المرو بناخد الأحجار اللي هي متأكسدة زي ما احنا شايفين عزيزي المشاهد بيبقى حجار بيضة ولكن جواها من جوا بيبقى فيها السواد وبتبقى غنية جدا بالذهب بعد عملية الطحن وهنوريك عملية الطحن وعملية الاستخلاص وجميع الأماكن اللي هي بيكون مشهورة بأحجار المرو وليه علمك عزيزي المشاهد ان الأماكن كتيرة موجودة فيها أحجار المرو ومناطق كتيرة موجودة فيها الدهب مش لازم أحجار المرو وفيه أحجار الزينت وفيه أهناس بتوصل ليه أحجار المرو وحجار الزينت على سطح الأرض بلقوا نسب كتيرة من بعض الأشخاص اللي تواصلوا معنا لقوا ان فوق سطح الأرض لما نزلوا لقوا دلائل أحجار المرو لما نزلوا تحت الأرض لقوا ان كمية الدهب غزيرة جدا تحت الأرض لا يتعدى النصف متر فأنت يا مشاهد القناة ويا عزيزي المشترك في القناة حاول أنت تركز في الكلام لأن ممكن في لحظة واحدة بعد اكتشاف الأحجار اللي فيها الدهب أن حياتك هتتغير من مكانة حياة عادية جدا منتظر المرتب اللي بيجيلك شهريا اللي هو لا يتعدى المتين دولار أنك أنت ممكن في اليوم الواحد تدخر أكتر من ألف دولار وممكن ألفين دولار لو أنت اشتغلت ووصلت للدهب وعملية استخراج الدهب سهلة جدا فوق ما تتصور وتجميع الدهب سهلة جدا في الفيديو ده هنوريك إزاي أن أنت توصل للدهب والفيديو اللي تلاقيه في الوصف عملية جمع الدهب بطرق سهلة جدا في كذا عملية لعملية جمع الدهب عزيزي مشاهد القناة لما توصل لأحجار مروع على سطح الأرض بعد عملية غسيل لو أنت العملية لو أنت الأحجار دي فيها كمية كبيرة من التراب اللي مغطيها فتغسل الأحجار لحد ما توصل للأحجار وتجمع الأحجار أو تنزل تحت الأرض نصف متر تحت الأرض أعزائي مشتركين القناة السبيكة لأمامك حوالي 350 جرام من أحد المتابعين اللي مشترك معنا على باقة الفئة وتابعنا معاه لحد ما وصل للدهب وتم استخراج حوالي 350 جرام من خام الدهب يعني 350 لو احنا نحسب الجرام ب50 يعني حوالي 17500 دولار ده من أحد المتابعين معنا في القناة وصل للدهب وعملية استخراج لا تتعدى حوالي اسبوع بالزبط ألا فيه منص طن من أحجار مره وهو طبعا شغال الواحد وبدون أي مساعدة يعني في السبوع الواحد طلع 350 جرام يعني 17000 دولار في السبوع الواحد عزيزي مشاهد القناة احنا بنتدي لك نمازج عشان تشجع معنا وتبتدي عملية استخراج الدهب لأن الدهب موجود في معظم الأماكن ومعظم الأحجار موجود فيها الدهب بعد عملية الفحص هتوصل للدهب وتستخرج الدهب لو تديد من نصف متر تحت الأرض واتبعت عروق المرو هتوصل لكميات كبيرة من الدهب زي ما انت شايف من أحد المتابعين معنا من أحد الدول العربية طبعا الدول اللي هي غنية جدا بالدهب السعودية وليبيا والجزائر وتونس والمغرب من أغنى الدول بالدهب طبعا غير السودان ومصر وطبعا موريتانيا وأسيوبيا والصمون طبعا الدول العربية واليمن من جميع أنحاء الدول اللي احنا بنتكلم فيها موجود خام الدهب بناخد عينها زي ما انت شايف عزيزي المشاهد وعزيزي مشاهد القناة تاخد عينها عشان تبتدي تستخرج الدهب هنوريكم عملية إزاي أن انت تطحن وإزاي أن انت تستخرج الدهب من العينة والنمازج أحجار المر ورناها معنا في الفيديو ده نمازج عديدة من أحجار المر وده نموزج اللي انت شايفه متأكسد وغني جدا بالمعادن طبعا لون الحجر أبيض طبعا مع الأكسدة ظهر اللون الأحمر لكن الحجر لما تكسره هيبين البيض من داخل وهيبين أن فيه معادن كتيرة مع معادن الدهب زي ما انت شايف عزيزي مشاهد القطع اللي أمامك دي من أحد القطع اللي هي موجودة على سطح الأرض ويتواجد فيها الدهب أو نصف متر تحت الأرض لا يتعدى نصف متر أو متر وتاخد عينة وتبتدي عملية الاستخراج يعني ممكن من عينة بسيطة اللي انت شايفها دي أو حوالي نقول حوالي 2 كيلو أو 3 كيلو من أحجار المر وهتطلع قطع من الدهب هنوره هالك دلوقتي بعد عملية الطحن وعملية الاستخراج طبعا احنا قلنا معظم الدول العربية موجود فيها الدهب وموجود فيها الخير المعلومة دي لو انت داخل عندنا في القناة أول مرة هتعرفها ان الدهب موجود تحت الجليل في جميع الأماكن موجود خامد دهب وحجار المرو موجودة حتى بعض من حجار المرو اللي هي متأكسدة مع الزمن وخدت لها فترة كبيرة فوق الأرض ألاف السنين بتلقاها مخدر لون الدائري أو الشكل الدائري لكن في الأصل لما تكسرها هتلاقي فيها تأكسد المعادن ودي طبعا دليل قوي على وجود الدهب في الأرض على وجود خامد دهب في الأرض يعني لو فحت هتوصل هتوصل لخامد دهب جميع الأماكن موجود فيها بإذن الله المرو خامد دهب وفيه أحجار وفيه تربة موجود فيها طبعا جميع التفاصيل احنا هننزلها تدريجين في القناة فتابع معنا القناة ما تنساش تدعم القناة بلايك ونشر الفيديوهات اللي تعم الفايدة على الجميع عزيزي مشاهد القناة بداية الطحن لازم تطحن الأحجار احنا هندي لك الطريقة اليدوية مش الطريقة الصعبة هنقول لك طريقة يدوية وابتدي استخرج الدهب بالطريقة اليدوية زي ما شفنا النموذج اللي طلع 350 جرام ده يدوي شغله كله يدوي وطحن وطلع الدهب عملية للطحن مش محتاجة موادات كبيرة ولا طحن بكميات كبيرة انت هتبتدي بكميات صغيرة وتجمع النص طن اللي احنا تكلمنا عليه دلوقتي هالنموذج اللي قدامك لعملية الطحن وعملية استخراج الدهب بعملية الطحن وعملية التصفية طبعا قطع المرول انت شايفها لا تتعدد 3 كيلو هنطحن حوالي 3 كيلو عشان نبتدي نستخرج منها الدهب يعني عزيزي مشاهد القناة اي حد معانا وبشاهد القناة دلوقتي لو كنت انت راجل او كنت سيدة تقدر تبتدي عملية استخراج الدهب لو انت وجدت الحجار اللي هي غنية بالدهب وتدريجيا هتبتدي تطلع كميات من الدهب مع الوقت هتبه عند خبرة وطبعا مجموعة الفيديوهات التعليمية هنخليها اول تعليق عشان تبتدي عملية اتباع التعليمات الصحيحة والوصول الى الاحجار اللي هي غنية بالدهب وتبتدي عملية استخراج الدهب وتبتدي تستحوز على جرامات الدهب من الاحجار عزيزي مشاهد القناة طبعا السعودية وفي ناس كتيرة تبعت معنا من السعودية ووصلت لاحجار المر وابتدت عملية استخراج الدهب وفي ناس وصلت للوقت اللي عشرات الجرامات في اليوم الواحد يعني ممكن في اليوم الواحد يطلع 90 جرام سهل جدا بالنسبة له لان اتشف الاحجار طبعا السعودية دولة غنية جدا بالدهب وعملية استخراج الترخيص مش العملية الصعبة لان في ناس دايما بقول لك عملية استخراج الترخيص عملية صعبة جدا مسموح للأفراد أنك أنت تستخرج الدهب السطحي والأحجار السطحية بالأجهزة وموجود ترخيص للأمور دي وتقدر تسأل في أي دولة من الدول هتلاقي أن الترخيص مسموحة طبعا أنا سألت في مصر موجود الترخيص وتقدر تستخرج الترخيص وتقدر تبتدي عملية استخراج الدهب ودائما ما تحاولش أن أنت تفتخل أن العملية صعبة جدا وتحطم نفسك أو أن أنت تسأل شخص ما عندوش أي خبرة ويقولك لا ما فيش ترخيص الترخيص موجودة اذهب للجهات المعنية واسأل وما ترحش جهة روح كذا جهة وهتلاقي الترخيص موجودة عزيزي مشاهد القناة عملية الفحص وعملية الطحن بعد عملية الطحن بيتم غربلة الناتج عشان تأخذ البدرة اللي تحت عشان لما يكون الحجر مطهون بدرة هتلاقي عملية استخراج الدهب سهلة وهيزهر معاك الدهب عزيزي مشاهد القناة ومتابع القناة والمشترك معنا في القناة حاول أن أنت تأخذ المعلومات بمحمل الجد وتأخذ كل معلومة ويتحاول تجمع المعلومات الصحيحة وتبتدي عملية استخراج الدهب لأن المعلومات دي مش هتلاقيها في أي مكان تاني والصراحة الموجودة في فيديوهاتنا مش هتلاقيها في أي مكان تاني فحاول أن أنت تستفاد وأن تبتدي عملية استخراج الدهب وطبعا عزيزي مشاهد القناة عشان تاخد الخام الموجود في الحجر لأن الخام مش هتشوفه لأن اللون الأبيض أو البدرة البيضة بتغطي على الدهب الأصفل لكن بعد عملية الغسيل بيظهر معاك الدهب عملية التصفية والغسيل بعد عملية الغربلة الراسب الموجود اللي هو البدرة اللي احنا شايفينه دلوقتي هناخد البدرة ونبتدي عملية الغسيل طبعا احنا دلوقتي مش محتاجين أي معدات غير المعدات البسيطة جدا و المعدات التي هي دوية في عملية الغسيل العملية الغسيل تعتمد على وضع الماء و بعد وضع الماء يبطني و الهز لان عملية لهز يطلع Hofbild و يزل في عملية Partners سنبتدي نعمل العملية دي كذا مرة ونخسل ونهز نخط ماء وبعدين نخسل ونهز وبعدين نقوم برمي الماء الزيادة اللي هو محمل بالغبار غبار التربط لان الدهب معدن تقيل هو والحديد ومعادن هيكون اخر حاجة معنا في الراسب من تحت طبعا زي ما انت شايف عزيزي المشاهد عملية الجلجلة والغسيل بنعملها كذا مرة لحد ما نوصل للراسب اللي تحت بيبقى صافي الراسب التحت بيكون معنا صافي ويكون موجود فيه الدهب باذن الله وهيظهر معنا لان الغبار بناخد الغبار بنغسله بيطلع في الماء لان الغبار خفيف جدا عشان كده احنا بنطحن طحن ناعم عشان الغبار يطلع معنا في عملية الغسيل هنكرر العملية دي كذا مرة لحد ما نوصل للراسب اللي تحت واللي فيه الدهب طبعا الكمية اللي انت شايفها دي تقريبا هتصفي معنا جرام يعني كل عملية غسيل وجلجلة وهز هتطلع معنا جرام من الدهب على شوية التراب اللي احنا طحناها 3 كيلو من احجار المر هتطلع معنا حوالي كم جرام هتشوفوها دلوقتي وهتشوف عملية الوزن وعملية الغسيل عزيزي مشاهدين القناة احنا بنطرح فيديوهات تعلمية وبنساعد الناس على الوصول للدهب بطرق سليمة وطرق صحيحة وعدم لف ودوران ونبهض عن الطرق الكيميائية اللي بتضيع الوقت والمجهود وبتضيع الفلوس كمان لان عملية استخراج الدهب لو احنا هنتبع الطرق الكيميائية على كميات كبيرة من التراب هنتطر ندفع مبالغ طائرة لعملية استخراج الدهب معاك جرام من الدهب ما يغرقش المنزل اللي انت شايفه لان الدهب الدهب تقيل جدا شوف بعد عملية الطحن الجيد بيظهر معاك الدهب يعني التعليمات اللي احنا بنطرحها والفيديوهات اللي هي مختصرة واللي هي خاصة بقناة ملك المناجم فيديوهات حصرية فقط على قناة ملك المناجم بتظهر الحقيقة قدامك وازي انت شوف الدهب على الطبيعة وشوف جميع عمليات الغسيل وعمليات الطحن وعمليات التصفية واضحة امامك عزيزي مشاهد القناة ما تخليش حد يضحك عليك ويديلك معلمات غلط اتبع المعلومات الصحيح عشان توصل لخام الدهب طبعا عزيزي مشاهد القناة والمشترك والقناة في ناس كتيرة اكتشفنا ان هما بيغلطوا في عملية غسيل وعمالات التصفية وبيطلع معاهم راسب كتير من الراسب الاسود وما بصلوش للدهب وأصلا ما بصلوش أصلا للراسب الاسود وكمان ما بصلوش الا عن تراب لان عملية الغسيل عملية دقيقة جدا اللي تفعل معاك فعملية استخراج الدهب عملية الغسيل الجيد وعملية الغسيل الجيد اليدوي زي ما احنا طرحناها دلوقتي في الفيديو اللي انت بتشوفه عزيزي المشاهد دي عملية صحيحة 100% لوضع الدهب اخر معدن في الطبق يعني بيفضل معاك الدهب من تحت وفوق الدهب بتكون طبقة السودة اللي هي عبارة عن حدين وبعض من المعادن ودهب مايكروسكوبي مش هتشوفه الا بعملية تانية فاحنا دلوقتي عندنا الدهب اللي هو يعتبر قطع انت بتفتكر ان هي دهب عبارة عن دهب مايكروسكوبي لكن هي عبارة عن قطع صغيرة من الدهب ودتنا المنظر اللي انت شايفه ده اللي هو قطع الدهب اللي هي وضحة في طرف الراسب اخر حاجة اللي هي تحت الراسب الاسود فاحنا كده لازم نعرف اول حاجة عملية الغسيل الجيد والتصفية هي اللي هتوصلنا للدهب ما نستعجلش في عملية الغسيل لان الغسيل بتأني هيوصلك لخام الدهب اللي تحت ممكن تكون غياء العينة فيها دهب لكن انت استعجلت في عملية الغسيل وما قدرتش توصل للدهب لكن لو تأنيت في عملية الغسيل هتوصل للدهب على الاطراف والعينة اللي معاك تقدر تجمع مجموعة من العينات بعد عملية الغسيل والتصفية وتقدر تستخرج منها الدهب اعزائي مشاهدين القناة نمازج كتيرة نجحت في استخراج الدهب وفي نموذج كان متابع معايا من دولة قطر ونجح في الوصول الى خام الدهب وفي نمازج كتيرة من السعودية نجحت ووصلت واستخرجت الدهب وفي نمازج كتيرة من عمان نجحت واستخرجت الدهب وفي نمازج تعتبر مئات الاشخاص من اليمن نجحوا واستخرجوا الدهب يعني العملية من الصعبة هي عملية استمرار وعملية تعلم واتباع الفيديوهات السليمة لاستخراج الدهب طبعا مجموعة الفيديوهات التعليمية اول قناة تطرح فيديوهات تعليمية صحيحة 100% هي قناة ملك المناجم وهنخلي الفيديوهات دي موجودة في وصف القناة وموجودة في اول تعليم وطبعا لو انت متأكد وعصوصا لخام الدهب تابع معنا بعد عملية الاشتراك والانتساب في القناة على باقة في اي بي هتشترك ويتنتسب وهتلاقي رقم هيتابع معاك جميع الخطوات لحد ما توصل للدهب الخام وتبتدي عملية استخراج الدهب مئات الجرامات يوميا بازن الله عزيزي مشاهد القناة لا يوجد شيء اسمه مستحيل طول ما الانسان متوكل على الله ودايما يذكر ربنا ودايما خط املك في ربنا كبير ودايما بص للحاجة الاكبر انك انت هتوصل للدهب وبعد ما توصل للدهب هتطلع مئات الجرامات وبعد ما تطلع مئات الجرامات هتوصل ان انت تطلع كيلوهات الدهب وتأسي الشركة كبيرة وتتوسع في عملية استخراج الدهب في افريقيا وغير افريقيا عزيزي مشاهد القناة لازم تكون عندك دايما طموح والطموح قوي جدا عشان توصل وتستخرج الدهب واحنا بنسهل العملية على معظم متابعين القناة ومشاهدين القناة والمشتركين معنا في القناة وان شاء الله هتكون في دورات تدريبية على التيلجرام واللي عايز يشترك معنا في الدورة التدريبية دورة هتكون مكسفة وهتكون باجر رمزي بازن الله قريب هنطرح جميع التفاصيل على التيلجرام واللي هشترك معنا هنطرح ازاي ان انت تشترك معنا في الدورة التدريبية السهلة اللي بتوصلك للدهب بكل سهولة وخام الدهب موجود موجود في مناضي كتير حواليك عزيزي المشاهد لو طلعت ودورت في الجبال اللي جنبك او طلعت ودورت في الاماكن اللي حواليك هتلاقي خام الدهب لان في ناس كتيره بتتبع معنا من دولة المغرب ودولة الجزائر ووصلوا لخام الدهب الرجاء من المشاهدين القناة الدعوة لأخواننا فلسطين بن نصر بإذن الله ولا تنسى تذكر الله لا يرحم ولدينا ولديكم ودائما توكل على الله